موسيقى سازة فرا اتكلمكم عن مادة 198 من الدستور مادة 198 من الدستور مش بس تكلمت عن مادة الاولى من قانون المحامات لا ده زادت ده زادت المادة 198 بتتكلم عن ايه اسمحوا لاراتكم النص وكذلك المحامات مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع ويمارسها المحام مستقلا وكذلك محام الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال يعني كل الادارات القانونية معانا وتمتع المحامون جميعا اثناء تأديتهم حق الدفاع امام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون ووقف هنا اللي هي موجودة في قانون المحامات اللي هي في الجلسات عدم سب والقصف والاهانة وجرائم الجلسات بعد مع سرايانها هذه الحماية مع سرايانها عليهم امام جهات التحقيق والاستدلال وده التعديل اللي احنا حطينه في قانون المحامات في انه تمتد الحماية للمحامي في انه لا يجوز القبض عليه او حبس احتياطين في جرائم في الاربع جرائم حتى في حل التلابس سواء جهات المحكمة او جهات التحقيق او جهات الاستدلال يا اخوانا لا يوجد فئة في مصر معفية من القبض او الاحتجاز في حل التلابس في اي جريمة الا فئة المحامين في الاربع جرائم دول احنا بس اللي معفين منها في حل التلابس ما ينفعش حد يوجد علينا بقوة الدستور الان كان بقوة القانون النهاردة بقوة الدستور اي حد هيلعب في قانون المحامات او يحاول يضرب قانون المحامات بنصف تشريعه مش هيعرف الادة وهيصدم بالدستور هيبقى غير دستوري على طول لا اللي اكتر من كده اللي اكتر من كده كفالة حق الدفاع الدستور ربط بين كفالة حق الدفاع وبين المحامات وقال مفيش كفالة حق الدفاع من غير دعم المحامات والمحامين مفيش كفالة لحق الدفاع من غير محامات ومحامين دا الدستور مش كلمة ومش جملة من حد انا اذكر انها حق الدفاع تمانية وتسعين حق الدفاع اصالة او بالوكالة مكفول واستقلال المحامات واستقلال المحامات وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع واضمن القانون لغير القادرين ماليا وشال فيه اذا اذا استقلال المحامات هي ضمان لهذه الكفالة هي المسؤولة عن هذه الكفالة احنا عندنا مادة تلتة لا تخل اهمية وان كانت متعلقة بالعمل والشغل اللي هتغير خريطة عمال المحامات لما تترجف في قانون الاجراءات الجناية المال ده اربعة وتلاتين او خلسة وتلاتين جسور بارده يبلغ كل مقبوض عليكوه يبلغ كل مقبوض عليه ده نص الدستور طالع للنفس طالع هتلاقيه في المية الاولانية يبلغ كل مقبوض عليه اسباب القبض عليه ده الدستور يا خلس الناس ده لسه مترجمش في قانون الاجراءات الجناية بس عشان في الناس ما تتصورش احنا نتكلم خيال علمي ده الدستور يبلغ كل مقبوض عليه باسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بزويه ومحاميه زويه ومحاميه ولا يبدأ معه التحقيق ده الدستور الا بحضور محاميه الا بحضور محاميه ولا يحل المحكمة ولا يحاتم محكمة الجنع الجنع الا بحضور محاميه هذا هذا من الكلاب الدستوري اللي حدث هذه الثورة الدستورية اللي حدث في كفالة حق الدفاع وفي ايضا ضمان اشتغال المحاميه والمحاميه ده ايضا غير مسبوك مدى اربعة وخمسين ويجب ان يبلغ فورا كل من تقيد حرياته باسباب ذلك ويحاب بحقوق كتابية ويمكن ملأ الاتصال بزويه وبمحاميه فورا وان يقدم الى سلطة التحقيق الى الاربعة وعشرين ساعة من وقت تقييد حرياته ولا يبدأ التحقيق معه الا في حضور محاميه شوف المرة التانية في الدستور محاميه فان لم يكن له محاميه نوضب له محاميه مش بس المحاميه الموكل يوندب له محاميه مع توفير المساعدة اللازمة لزول العاقة وفق الاجراءات القانونية ولكل من تقيد حرياته حق التظلل ونظر القانون احسابه واسبابه وحالات استحقاقه ولا يجوز محاكمة المتهم في الجراءة من التي يجوز الحلس فيها الا بحضور محاميه موكل او منتدب اذا 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 ده معناه ايه معناه انه محكمة الجنح هيبقى الحضور فيها للمحاميه مبوبي ايه الترجمة العملية للمحاميه لانه مفيش بحامي مش هيشتغل يا موكل يا منتدب لانه كل الجنح يجوز الحبس فيها الا الجنح اللي فيها غرامات اول حتى واحنا بنقش في لجنة لجنة المستشارين النص المادة دي فانا قلت في الجنح التي يجوز الحبس فيها فالمستشار كده طلع قال ايه ما تخليها التي يجوز اه التي يجب الحبس فيها بطوله يجب الحبس فيها جول حوال اتنين انما يجوز دي احتمالة وانت متصور انه يجوز الحبس دي يعني مع ان تصل ثلاث سنين يجوز انه تحبس ثلاث سنين قال بطوله انت بتشترد حضور المحامي في التحقيق ومصممين عليها باعتبار ان فيها كفالة لحق الدفاع وده احتمال يتحبس اربعة ايام واحتمال ما يتحسب ما تحبسش اربعة ايام بوجب له وجود محامي وعايزنا استبعد المحامي من احتمال اللي تحبس ثلاث سنين فقال والله حجها حجها وجيهة ووفق على مصر ازا بحذر السيرة علشان نكفر حق الدفاع بشكل حقيقي للناس للناس لان دي مسؤوليتنا مسؤوليتكم وفي نفس الوقت ما فيش محامي هيبقى قاعد في بيتهم ما فيش محامي مش هيبقى بشتغل ما فيش محامي ما عنده عنده حجة انه ما عنده الشغل اللي ما عنده الشغل افتياري بالوكالة هيبقى عنده شغل بالانتداب. ودي هتبقى مسؤوليتنا في المرحلة القادمة من تنظيم جداول الانتداب على مستوى محاكم الجلح ومحاكم الجناية. هي دي المسؤولية اللي احنا مشيين فيها. ومشيين فيها اه لانه لانه ده اجزامنا. هو هو حضراتكم ما تعرفوش انه في اه فصل هنا في الدستور اسمه المحاماة لاول مرة في تاريخ مصر. مش في تاريخ مصر. في تاريخ الدستئين العالمية. يبقى فيه فصل المحاماة في الدستور. او ينص على المحاماة في الدستور. اي دستور طلعولي? وانا اعمل من جيزة من جيد خاص? لاي حد يطلع دستور? يتكلم عن المحامات زي الدستور المصري. في فصل. عن المحامات زي الدستور المصري. في نصوص بعدد المحامات بعدد نصوص المحامات في الدستور المصري. ايش هتجدوا? ايش هتجدوا اللي في الدستور نحنا? ده ايه? ده نتيجة كفاح نقابة كاملة. كفاح جيل من النقباء الفرعيين والنقباء العموميين ومجالز النقبات. صحيح كان لا يا شرف اني اتوج هذا الامر وبقى فلاجنة الخمسين عشان اصير ده عشان اتمسك بيه. وعشان ننتهي منه. لكن ده مش معناه منه الوحدي. ده خلاصة خلاصة فكري. لا ده خلاصة كنتم. خلاصة فكر الاجيال اللي موجودة قدامي. وكانت معايا. وكانت بتعاني. وما زلنا بنعاني من اجل المحامات. لان احنا اصحاب مصلحة في المحامات. اصحاب مصلحة في نجاحها. مش بس علشان المحامين. علشان البلد. البلد محتاجة محامات. محتاجة محامات حقيقية. البلد محتاجة محامين شرفاء اللي هم انتم. محتاجة النزاهة والشرف. وده اللي خليني اقول احنا لن نعمل معهد محامات. لن نعمل معهد.